السلام عليكم وبركاته وكيف حالكم يا راهبين اليوم معي مفاجأة راهبة أول شيء قدم لكم الضيفة اللي معنا قدم نفسك ناصر جريبي ناصر جريبي ناصر جريبي هذا من الأشخاص اللي أمة دعية له ليش في ناس يربحون كرت شاشة في ناس يربحون مومري كارت في ناس يربحون هار ديسك بس ما في شخص ربح أبغريد كامل الجهازة القديم زي ما تشوفون هذا الجهاز القديم مغبر حالة حالة طبعا ومنتهي طبعا تشكل كما تنظف أبد ولا تنتني فيه طيب ايش سويت سندخلت المسابقة كيف وين رحت سجلت المسابقة سجلت على موقع انفيديا وسويت المتطلبات اللي هي البيانات اللي يبونها ورقاها ايش بيانات الطلبوها منك اسمك والرقم الجوال والموقع والمدينة اللي انت فيها وصور صورة للجهاز صورت الجهاز كله من داخل وبره كله هي صورة واحدة بس كانت من مكان من ذيك الجهاز وفاتح تبين الجزاء كلها وفي نفس الوقت الجهاز كان هم شكلها شافوا الجهاز قالوا بس هذا اللي فايز خلاص يعني حالة جهازك صراحة ما يؤس منها صراحة أنا كاسر خاطري فطبعا الجايزة هذه برعاية انفيديا جي فورس والبنسوي حنا الحين اول شي رح ننفذ جهازك هذا من الغبار اللي فيه بس اول شي بننفذ الغبار بعدين منشغل على اللعبة نجربها سننريكم كيف جهازه كنت شغلت جيت ايكس 770 جيت ايكس 770 فبنشغل هذه اللعبة نريكم كيف اداءها فيها وبعدين بنشيل القطع اللي فيها بنسوي ابغراد بنحطها في الكيس الرهيب اللي تشوفونا هذا ونشوف كيف اداءها يصير خليكم معنا نجربها الحين لعبة رايز وفتوم رايدر ورح لديكم مواصفات اول شي لانا حطينها اعلى اعلى المواصفات كل شي حطين اعلى شي بري هاي يعني اعلى شي موجود في اللعبة حطينها طبعا كرت شاشة اللي حنقا نستخدم الكرت شاشة حقك جهازك القديم جيت ايكس 770 جيت ايكس 770 فخنشوف اللعبة كيف تصير اول شي ايه tails مشاركة تشوفة حمزة بطلعة حمزة وشوف المزيدة ليس انتبه عن الراحة الورقية ستكون مواصفة انتبه لماذا عن التС المواصفة انتبه في حيث مدرسة الكرة سير صحيحها وشوف الناس بكبير بالكثير من السعودية القديم ونخليه جديد بعدين نحط اللعبة هذي مرتين نجربها في الجهاز بعد ما سونا خليكم معنا وحمسوا العملية أننا نطلع القطعة القديمة ونشيلها ونحطها في الجهاز الجديد ونسويلها أبغراد وهذا هم الكرتين اللي معانا الكرت الجديد الرهيب الحلو النظيف المتألق القوي والكرت المغبر القديم اللي مو قوي وضعيف أده أولاً أحس فرق بينهم صح؟ أولاً شكلهم هذا ما قصر طبعاً ما قصر صراحة والحين نبي سلمك الراية تفضل شوف كيف بالله إيش رايك عملك شطانس يحطونك جديد يأخذوا من القديم شوف طالعاً شوف الحين إيش نسوي نريد أن نركب الجهات زياد ورأيكم كيف نسوي أبغراد وبعدها نجرب لعبة رايزة في توم رايدر في الكرت الجديد الرهيب الحلو النظيف الخطيم خليكم معنا زي ما نشوف مظهبودها جديد ركبنا كيف تحسن مظهبود القديم لقالها بيت جديد الصراحة شي حلو صراحة تحس مبسوط صح يدعي لك تلقى صح على الجهاز هذاك المأساة اللي كان عندك الهباء المغبر اللي مو نظيف وهذا الكيس النظيف الرهيب وكيس كذلك ما كان فيه عليه وأوسع بعد ما كان فيه على نفيديا حركات هذه لون الأخضر والأسود صح أو لا؟ صح طيب أنت تقول لي شراءت الجهاز صالك كم؟ 4 سنوات و 5 سنين؟ 4 إلى 3 4 سنين؟ ايه اوكي ايش القطع غيرتها فيها؟ ايه ما غيرت قطع أنا أضفت اضفت SSD واحد واحد بلوان تيرابايت اوكي بس هذا اللي أضفت يعني كل غيرتها فيه اللي هو الهردس هنقول بس إضافات كرت الشاشة ما لمسك من يوم ما شاركت ما غيرتها وصويت الأبغريد أبدا ولا فكتس الأبغريد ولا شيء؟ جتني فكرة بس تعرف هو الكروت الشاشة هي دائما الجزء الصعب في التجميع كالبي سي فإبغالها وقت له وإبغالها ميزانية ايه ففكرنا في الموضوع بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله أمك دعت لك الحمد لله والألعاب كيف كانت لما تلعبها؟ كنت تتعب فيها نفسياً يعني؟ هنقول وتشر تقول عنديك وتشر كيف كنت تلعبها؟ الله صراحة كان أضطر أني أقل للعدادات تقدر تقول يعني ميديا متحد ميديا متحد حرام يا أخي وتشر لعبة وغرفس حقها خرافي فالحين إذا نركب لك الكرت التن ايتي تحسر فرق كبير صراحة خاصة لما تلعب وتشر لو تفقح على العدادات عادي الوضع ما يرح يقل أقل من ستين جربناه حالناس وانا فيديو عشانا ما يحتاج التن ايتي ما يحتاج لعد جداً جداً كانت قوي صراحة والحين هذا نشغل لعبة رايزة في تومبريدر على الجهاز الجديد اللي سنونا لأبغريت أول شي إيش تلاحظ الفرق؟ الفرايمات ثابتة على ستين موقع تحرك صح؟ أبداً ستلاحظون الحقين ستنوريكم أن نفس العدادات القوية اللي حطناها في كاتل الشاشة اللي قبل القديم نفس العدادات كل شيء على شيء ما غيرنا ولا شيء وكان هذا كاتل الشاشة يعطينا من 40-30 ما يوصل 45 حتى هنا ستين مراضي حتى أنا عارفي واحد شوف منكم أنا قاعد قاعد يقول الشوتقون ليم يستخدم وكان يجيب هذا الشوتقون طلعتها شوفوا مو قاعد ينزل مو قاعد يأثر طيب واحد يقول لا كنت تنقز وكان ينقز طيب أنا أوريكم حنا ها أنقز شوفتوا ولا قاعد يتحرك تحسها صورة 60 هذه خذ فره في الماب ستكر ما أخذ فره في الماب لماذا لا تشوف ايش إحساسك الحين شوف أنت الله إن شاء الله تبارك عبر عبر متعة اللعبة الحين صح تطلع متعة اللعبة الحين عبر أكثر أريد تعبير تعبير الجودة الكاملة ايو روح روح أداة زانية ايه روح عبر طلع في قلبك كله طلع حرتك في الألعاب في الكرت القديمة كنت تعاني منها الحين نقدر نطحن في الألعاب صحيح أشوف الأرنب هذا أقدر أشيله ب 60 يطار صحيح ما طلع الحرر في الألعاب لو صدته كان مات ب 60 يطار ما نجد تطلع الحرر فيه تعال تعال أرنب ما دينيش مسكه بشتقن كذا مسكت مية بسيط أرنب بشتقن وينها نحاس بس لو صدناها كان مات ب 60 يطار ترى تلعبت اللعبة هذه آآ لأسف ما تبقصيها أنا الآن أقدر ألعبها بالراحة بضبط وأقدر ألعب أقوى منها إن شاء الله تقدر ألعب لي تبغى الآن إن شاء الله لديك كرت GTX 1080 من انفيديا والآن هذا الجهاز قدامه زي ما تشوفون خلصه من تركيبه شكله رهيب ما رأيك بشكله ما شاء الله تبارك الله شكله جدا رهيب صراحة هل تصدق أن هذا الجهاز فيك هذا حقك تأخذ معك لبيتك أكيد فيك كرت الشاشة تنيتي فيه تنيتي ومشاء الله اللون مره رهيب صراحة الشعر حق الجي فورس بضبط إيش اللعبة اللي حين ما هو يتلعبها باتفيد ون باتفيد ون بحذك فيه كرافوكس جامد مع هذا الكرت ما رح تسألي مشاكل معاك رح يكون 60 إطار ثابت وما عندك أي مشاكل صح أو لا هل في أي رسالة أود أن تقدمها للجمهور قبل ما نشكر أنا أود أن أشكر هذا كله بفضل الله طبعا دعوة كل شيء أيوة ودعوة أمك ودعوة الوالدة دعوة الوالدة إساء الله خير ويخلي ألم إن شاء الله يحفظ أمهادكم وأشكر أحمد الشيحان أحمد الشيحان أحمد الشيحان وأشكر الخلف الكاميرا الخلف الكاميرا أحمد كلنا أحمد صرنا مو مشكلة أحمد المصطفى أحمد المصطفى فهد الشيحان فهد الشيحان بظل atshishan.com تويتر حقي لا تنسوا وأشكر أخي سعودي جامعي جامعاك مسكين جالس طول الوقت جالس طول الوقت تتفرج وأنا اللي مستاني الصراحة هذا الشيح الواحد أيوة وطبعا لا ننسى نشكر المفيدية على هذا الشيح طبيعي هم اللي معطيك الجهاز هم اللي أعطوك فرصة أنك تشارك المسابقة صح لا يحتاج وطبع أنت ما كنت شاركت هل توقعت منك بتفوز صراحة كنا نشارك كثير وما يجينا شي صراحة أنا نصدمت هذا المرة البطولة أرجع البيت عبر رأس الوالدة أكيد معي شكرا وره الجهاز وشكرا الله بعيد وهذه كانت حلقاتنا كما ترون شكرا أحمد المصطفى شكرا أحمد المصطفى الفارس المغوار اللي ما قسره اللي خلف الكاميرا ما قسر يعطيكم العافية ونشوكم مرحبا بإيديو ثاني على القناة ترجمة نانسي قنقر